الزيت القينا بالهيندي اللي هو واحد الزيت كي تتخرج من واحد النبتة النبتة اللي هي الشرنفخ ومي يسمى بكانابيستاتيفة بالاسم الاتيني ديالا وهي نبتة من النبتات اللي فيها او من النبتات العطرية النبتات العطرية وبعض الناس يستعملون بعض المفرادات اللي هي مفرادات مغلوطة ليست بمفرادات قانونية بحال مثلا كي يكون كسيد الحشيش او او يعني عدة اسم اخرى كتتعطالها غير هي خصنا نفهموا بان هذا النبتة وهذا القينا بالهيندي الحمد لله في بلادنا ولا مقنن ولا عنده قانون ولا عنده كتلك طرق في التعامل مع طرق في استخراج المواد المعالجة اللي هي كتكون اساسية في هذه المادة لان اي نبتة كتكون عطرية او اي نبتة اللي كتكون نبتة اللي كتستعمل في العلاجات او في المساعدة العلاجية الطبيعية كتكون نبتة عندها واحد تأثير على الدس دينا هنا هاد النبتة هادي انها مواد شبيهة بمواد كتواجد عندنا في الجسم دينا اللي هو ما يسمى بالنظام بالنظام الكانابيودي الداخلي اللي هو كيكون عندنا في الدس دينا او لالو سيستام اندو كانابينويد هاد نظام هاد شنوه الدور ديرو هو انه عندو جوج دين التأثير التأثير الاول هو التأثير على الجهاز العصابي اللي كيدخل فيه الداكرة اللي كيدخل فيه الحركيه كدخل فيه المعرفة ككل في الدس دينا اي حاجة عندها علاقة مع المعرفة منذ الصغر فهاد مواد النظام والي كيتحكم فيها وكيتحكم كدلك حتى في المناع اذن هاد اضرنا على بطريقة الطبيعية انه كي اثرني على جوج دير المستقبلات كانوا واحد المستقبلة كيتسمى المستقبلة سيبي اه سيبي واحد و سيبي جوج وهاد جوج دي المستقبلات اللي كل واحد فيهم عندو الدور ديرو اللي اسبقنا اضرنا عليهم غير هو الانسان الى كان اخداء هاد المادة هذي بطريقة عشوائية لها كيكون فيها مادة المركز للتدخل يضغو كانابينول وهذه هي المادة اه نقول احنا السامة لانها كتسمم الجهاز العصبي هذي هي اللي كان مجددها في القيمنا بالهيندي واللي كتكون خطيرة واللي كتجعل من هاد المادة اللي اخدينها عن طريقة عشوائية وللا كانت هاد المادة بطريقة عشوائية سواء انهية ولا الزرية لها كتكون قانونيا ممنوعها ويعاقب عليها قانونيا الساعة واشنال تركيز هاد الماء ويترضى هاد المغلقة كيف تدخلال هادраш ؟ سفدوا هاد �انم هذا السيستام Leftオンド كامينوا ويمكني لنقلب الله واحد اول مفت overth originally اذا لم اذهب اخدش وخاصة المستقبل السابت point هذا المستقبل هاد يكون على علاقة مباشرة بالقشرة ديل الدماغ دينا. إذا كنا نعطيه كنا ندير واحد الخال الفاتفات المستقبه فمع المدى شنو كيولي كيولي التلاشي ديل الاشتغال ديل الدماغ دينا كيولي واحد الخمول كيولي في بعض الحالات كيولي النسيان في بعض الحالات كيولي يعني الإدمان المفرد وهذا الشي اللي كي أطللنا على الجهاز العصابي دينا إلي أخذينا بها الطريقة يعني كما أصبق لنا سمعنا في الحالة القالفات أو عدة مرات أو في الشارع أو في يعني متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ديال ما يسمى بالزرعة دي القنة بالهندي وعندها بالزر ديال تسمية لي هي تسمية غير قانونية وكتجي وكتدار ولا كنتبخوها في الزيت ولا كنتديرها عشي كل شي مسائل خطيرة جدا وحتى الحيازة ديال هاد المواد ديال هي كما كنقول احنا هي لأن هذه الزرعة ديال قنة بالهندي لجل إنسان وتلخبات طريقة فإحنا بعدها كننا نرفع التركيز ديال تدخل كنا بينهم اللي هي المادة السامة المادة الخطيرة على الصحة ديالنا وكل ما طلع هذا التركيز كل ما درجات السم كتزاد وكتضاعف طرق صحيحة لكن بين قوسين استعمال الصحيح والصحيح زي تلقينا بالهندي إلا اخذينا من الصيدرية وشي بالصيدرية هي كتكون محيدة من هذه المادة اللي هي المادة اللي كتكون سامة الجهاز العصبي ديالنا لتتخيض غو كانابينول فكيمكن استعملوا عدة استعمال لشنو كي بقالنا في الزيت كي بقالنا المركزة ديال الأحماض الدهنية غير مشبعة كي بقالينا بعض الفيتامينات اللي كتكون مدابة في الزيت أو وفيتامينات التي تحب الزيت لفيتامين يضغفوا فهذا النوعية وهذا المكونات شنو كتخليه من هذا الزيت لا من أدروا على المزايا ديال الشعر أنه مني كتستعملواها كاسيروم للشعر ديالنا كل الليلة وما نقطعوها شفية كتعاون في التكتيف ديال الشعر كتعاون في علاج مشاكل فروات الرأس وعندها فائدة كبيرة على الشعر ديالنا نحن سنركزوه على حويج اللي بزاف ديالناس ما كيعرفوه مش نحن كما كنعرفو حصة الإثنين هي بصدد حصة عندها علاقة بالصحة نعم فأول حاجة إلا كان عندنا وليداتنا ولحنا كنا كنعانيوه من ضيق التنفس أو من الكحبة أو مشاكل الجهاز التنفسي كنا نأخذو شوي ديال الزيس ديال القناب الهيندي وكندهنوها على السدر ديالنا وعلى الظهر ديالنا فهي كتساعد في حل يعني ذلك القصبات الهوائية كتساعدنا في رفع الأكسجين في هذه المنطقة هذي وكتساعدنا في رفع مناعة الجهاز التنفسي بهالطريقة هذي فهي جميل جدا ونبغيهم يستعملوها لأخوات ويرضوا عليها الخبار فهذا من الجهة من الجهة أخرى السيس ديال القناب الهيندي يمكن ندهنوها في مشاكل المشاكل الجيل ديال الأكزامة مشاكل ديال البرس كذلك تساعد في توقيف انتشار البرس كتعاوننا كذلك في تهمية أو تخفيف المشاكل التي تكون عندنا جراء بعض الالتهابات ديال البشرة مثلا الغوزات السيق الوردية كتعاوننا في تقليل من انتشار الفطريات على المستوى ديال البشرة فهي كما قلناه واحد الزيت هائلة إلا كنا نستعملوها في المستوى ديال البشرة ديالنوك تعطينا فوائد كبيرة بالنسبة للناس كذلك اللي كيكونوا كيعانيوا من 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 حساسي على المستوى ديال فروات الرأس وخاصة بعض الناس اللي كيقول لك أو ديال وبعض الأخوات أنا شعري اللي جيت ممشتوه كنحس واحد الحرق في فروات الرأس ما كنقدرش مشتش عري فانا كننصحوهم بزيت القنب الهيندي الصيدة لاني أو يعني اللي كيتباع مرخص فكندهنو بجلدة ديال شعرنا فهو كيساعدنا في تنفيف من هاد الألم وكيعاون في تنشيط مناعة فروات الرأس فهو هادي ما بين الاستعمالات القليلة من الاستعمالات العديدة ديال الزيت القنب الهيندي وصفال تكثيف الرموش اللي فيها العدم ديال التمر والقرانفل وزيت الزيتون وثوينة هادي وصفال يستش بالموصفات ديالي ولي وقيلة يعني مدام الأخت سولتنا على 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 الكحول واستعمال التمر وديه هادي غا تكون شي وصفوف مواقع التوصلش معي فانا كنقول لكم شوف ما نعقدوهش على رأسنا اربخ ففاعلين احنا ما نعقدوهش على رأسنا ناخدو غير زيت العدم ديال المشماش فهو من المكونات الطبيعية الهائلة واللي كتعطي نتائج سريعة و نتائج كما كنقولو احنا يا جيدة جدا على الرموش ديالنا فغير الزيت ديال العدم ديال المشماش كندهنو بيال الرموش ديالنا ولكن استعملوه عن طريق شيتة ديال المسكارة لذلك تكون مصولة مزيلا فغير يكون احسن كل ذي له هكاكي هو اول زيت خفيف ثانيا انه زيت مغدي للرموش لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة